موسيقى مساء الخير منفتح كتاب الشهر اليوم اللي نسجل على صفحاته لحظات فنية إنسانية فعند أي كارثي بتوقع تتحرك دول وإسعافات ومعدات إنقاذ بس مدري للعين بتروح على الفنان والاستثمار بشهرته وبتصير تفحص إنسانيته ومدى تأثروه وبتلاحق دمعته وكمان قدرته على العطاء في فنانين أوقات بكلمة بيهزوا بلاد وضمائر وبتطلع مواقفهم بالصوت المجروح وبالعبارة اللي كأنه جاي من عمق الزلزال الرأي العام بيتأثر فيهم وبيرصد تردداتهم وبيحكم على مدى تحولهم إلى فرق إنقاذ منشوف فيهم لمسة إيد ودوى وصفائح إنسانية متحركة بس أوقات تانية منحطهم أو بيحطوا أنفسهم بموقع بيهز البدن هالحلقة أردنيها مباشرة على الهوى بعملية رصد إيجابة للفن وإمكانياته قدرته على تحويل مسرحه وحفلاته ومواقفه إلى أرض عم تطلب الرحمة من ظلم الأرض معكم بساعتين زمن لنطل على كل ثانية من ثوان الرعب ونحاول ناخدها على عيد من الحب ورح ترافقني النجمي صفاء سلطان بتقديم هالحلقة الخاصة من كتاب الشهرة مساء الخير علي مساء الخير جميعا مساء الرحمة والإنسانية يلي بتمنى أن تكون لسات عمرانة بقلوبنا أنا اليوم جاية لكون صوت الوجع يلي بقلوبكن أنتو صوت الناس اللي ما إلها صوت ولساتها عالقة تحت الأنقاد صوت الضحايا ضحايا الزلزال المدمر يلي ما فرق بين الطبقات الاجتماعية والانتماءات الدينية والسياسية فرق أسوته على الكل على الكل بدون استثناء أربعين ثانية كانت كفيلة تهدم كل شي السقف اللي كان يجمعنا والحيطان اللي دفتنا واللي علقنا عليها صورنا وذكرياتنا وشهاداتنا ونجاحاتنا الشبابيك اللي شهدت أجمل قصص الحب الحارات اللي سمعت صوت فرحنا وحزنا ورافقت طفولتنا ومراهقتنا أربعين ثانية كسرتنا كسرت خواطرنا وزلزلت وجداننا وفيقت إنسانيتنا صوت الوجع وصل من حلب لدرعة ومن الساحل السوري لإدلب ومن حمص لتركيا ببساطة لأنه الإنسانية ما بتتجزق ومثل ما الزلزال ما فرق بين الإنسان وأخو الإنسان لازم الرحمة ما تفرق بيناتنا لازم الرحمة تعم على الكل أنا جاي اليوم لوصل رسالة ونداء استغاثة لناشد القلوب النقية الطاهرة إنه وينكن يا بشر هو لقول لكل واحد وقف جم سوريتي اللي أنا بنته وبفتخر سوريتي الموجوعة بعد أكتر من 12 سنة حرب وفوقها زلزال شكرا إنكن كنتوا معنا وقفتكم معنا بتعزينا بلقاءنا اليوم صعب نبتسم أو ندخل البسمة لقلوبكم لأنه نحن بحضرة الألم والجرح والموت وبحضرتهم كن إنسانا أو موت وأنت تحاول موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 المؤثر أكثر هو صورة أي حدا ممكن نكون عامل منتشل من تحت الأنقاض هاي الصورة المؤسرة الباقي كله ما فيش تأثير صح صح نحنا إذا فينا نعمل شي بدنا نقطع من الحزن فلعتنا من الحزن بالدائرة بدأ تغييرنا الحياة وقد الشيء لازم يتساعد فيه كل الإعلام على كل المستويات حتى يكون فيه حسر المسؤولية ما نرد ولا الإسارات الإسارات موجودة ومتعفرة بالزلزال زلزال بالنفوس إحنا الآن موجودين بلحظة كتير حرجة على مستوى التوازن النفسي للجميع للجميع في سوريا تحديدا المسألة أخذة بعد يعني ما بدي أقول صعب لكن حقيقة أصعب من الصعب هو بالواقع على الجميع فهذا التكاتف الاجتماعي اللي عم نشوفه في سوريا كان كبير للغاية بالفعل الشعب السوري عنده الإرادة أستاذ عباس الفنانين اللبنانيين أيضا اللي وقفوا معنا وبتخيل أنه صار فيه معنا هلأ الأستاذ راغب علامة على الاتصال قطع الخط أهو بس كمان بدنا نقول كمان حاب تقول شي بدي رحب فيك يا حبي شكرا لإلك واسمح لي أنا رحب بالأستاذ عباس النوري أستاذ صح كلامك بس كمان بالنهاية نحنا مؤثرين كفنانين فيه لنا ناس بتحبنا كتير ممكن تسمع أصواتنا فنكون نحنا بالنهاية صوت هدول الناس اللي تأثروا بالضحايا بالزلزال وكانوا ضحايا وكانت منهم شهداء أيضا الله يرحمه سوزان بستة شباط وين كنت كنت بالشام شو صار معي؟ فقنا على الساعة 4 و 3 تقريبا وعلى صوت الحيطان عم تتحرك فقنا مرعوبين أكيد والسرير عم يتحرك ما بالبداية يعني ما بتتخيل هيك شغلة طلعت على الترية لقيتها عم تتحرك لقيت ماما وإخواتي طلعوا كلهم كل حدا من غرفته وعرفنا أنه زلزال أو هزة بس نحنا ما توقعنا ولا يعني تخيلنا أبدا حجم اللي صار افتكرنا أنه بكل الدنيا صار أنه هزة بسيطة متل ما صار عنا وخلاص ومع ذلك عشنا رعوب حقيقي يعني لأنه أنا بتذكر سمعت صوت الحيطان وهي صوت من جوة فكانت كتير صعبة لحظة رعب رهيبة فما بالك هدولة الناس اللي وقت عليهم الجدران والمباني والحديد وانطمروا تحت التراب ولحد هلأ فيه لسه أهلين لسه موجودين تحت الأنقاض ومتأملين لسه أنه يطلع حدا عايش منهم يا رب الفنان راغب عليم يصار معنا على الخط استاذ راغب مساء الخير مساء الخير أولا بدي أشكرك على هالمداخلي استاذ راغب بنعرف اليوم قد أنت وفي لحسك الوطني شو الرسالة اللي بتوجهها للشعب السوري هالا هالموضوع مش بس قصة وطنية صارت إنسانية صح موضوع إنساني هو التوحد بالوقت أنه الناس يتوحدوا بالوقت من السياسة عم بتفرقهم عدو العالم عم بتفرقهم طبعا لمصالح غربية معلاش أنا موجود بإيطالة مني ببيروت مشانيك مني قادر شوف وأنا بدي يمسي عليك استاذ راغب يسعد مسائجي صديتي حبيبة قال لي المصيبة هاي لازم تشبع الناس مش تفرقهم اليوم اللي عم يشاهد وأنا بدي دول على نقطة إن الفنانين كله نحبوا ليساعدوا الفنانين كله ننطوا كل واحد شو قادر يعمل صار بدي يعمل بس لكن وصلت المرحلة للمزايدات بسبب بعض المتطفلين على الأعلام ما بديوا الإعلاميين متطفلين على الأعلام صاروا بدي يتهموا بعض الفنانين إنوا ليه ما بتغروا حفلاتكم أنتوا ليه ما بيشعرف شو أنتوا ليه ما بتغروا أكثر مغايرة صارت مسرحية بالوقت اللي في ناس في بشر في أقصال تحت العنقاض عم نشوف مسرحية هلا على السوشال فيديو معيبة يا عم الناس كله عم بتساعد الفنانين كله عم بتساعد صحيح ما حدا عم بساعد ليترجع النساء عدد ولا يعمل تروبا جندا اليوم الناس لبعضة هيدا هيدا الزلزال صابنا كلنا ناس أكتر من الناس ناس بطل بديوت بس ناس كمان تأثرت بشكل أو بآخر الرعب اللي عم بصير اليوم اللي عم نعيش وكله ياتنا لبلادنا من ورا هيدا الزلزال ما حدا بعيد عنه بس فوقه بالسوشال ميديا فيه مسرحية وسخة وكأنه القفض منها انه انسوا هؤلال الضحايا لنازلين انسوا هذا الزلزال وخليكن عم بتتمشكله ومين عم يستعملوا فيها عم يستعملوا عم بتوجهوا للفنانين للأسف بالوقت يمكن لأنه سياسيين ما عم بيساعدهم وانت طرحت هالسؤال وكأنه الفنانين هني اللي عم بالزلزال ازا بتلاحظ عارفتيت؟ صحيح أنا بدعي كل الفنانين أنا بدعي كل الفنانين ما حدا يلغي شغل لكن ما توقفوا المساعدة لأنه ازا الغايته الشغل عنكم والغايته حفلات والغايته مش عارب شو والغايته تصوير والغايته انتو ما راح تراجعوا اللي صار بالعكس لما بتشغلوا تقدروا تساعدوا تقدروا تتبنوا أطفال أنا يرايك فيي تبنى طفل أو اتنين أو تلاك من اللي صاروا بالأهل صحيح وأنا بدعي يعني أنا عمولة عمولة بأنيها أني ممكن تبنى أكتر من الطفل اليوم صحيح ألوها المبادرة الإنسانية منك بالأخص هدول الرد على اللي بيقصاروا بالأهل وبدعي كمان فنانين أنا أعرف أن الفنانين حيعملوا أشيء وعم يعملوا أشيء وأستاذ راغب في فنانين عم يعملوا وعم يعملوا وما عم بيقولوا أستاذ راغب يعني فيه كتير من الفنانين وأنا بعرفهم كتير منيح وعم بيعملوا وما عم بيقولوا وهذا الشيء فعليا مثل ما أنت عم تقول حضرتك أنه ما في داعي نلغي شغلنا كرمال أنه نحنا متعاطفين نحنا إنسانيتنا فوق أي شيء وإذا أدرانين نحنا نساعد كفنانين فالمفترض أن احنا نساعد لأن احنا بالنهاية الفنان يحمل رسالة صحيح صحيح بس أنت بتعرفي كمان اليوم نحن يا ما ساعدنا ومحشينا بغير الاتهامات أنه أنتوا ليه ما ساعد لازم نطلع ونفرج وين من بعض المسمين حالهم إعلاميين أو إعلاميات لأنه في إعلام حقيقي في إعلام مزيف مثل ما فيه فنان حقيقي وفنان مزيف مثل ما فيه سياسي وطني وسياسي مزيف أنا برأيي التهمات وبروباغندا ومسرع حيات وإلى آخر يعني شيء معيب أنا برأيي أستاذ راغب ينسونا البحايا اللي تحت الأنقاد هالردع وهالأطفال وهالعالم أستاذ راغب شفت حتى منظر أنا شفت حتى كلب عم بيشيلوه نص جوه نص بره بطة عالبي شفت هذا الطفل يلي بعده الحبل السر فيه أطفال عم يطلع واحد طفل عم ضايع صار يلعب معه صار يدربهم يمزح معه يعني مناظر بالبكة مناظر بالفعل وبعض من بعض الناس عم يتلهوا بس ليشغله الفنانين يتهموا أنت تعطيت وإنت معطيت وإنت أقدمت وإنت أقدمت مادام سوزان حابت قللك شيء استاذ راغب مادام سوزان حابت قللك شيء بدي أقول لك أنه تعال ما نوقف عند هدول الناس في شيء كتير كتير أهم نحكي فيه في شيء كتير أهم نشتغل فيه ونشتغله كلاياتنا حساب كل واحد فينا عند رب العالمين كل واحد عم يعمل بأصله كل الناس عم تشتغل الصغير والكبير الفنان والمان وفنان تعاون نضوي على الجانب الإيجابي للموضوع وتعاون نحكي بهالأزمة كيف ممكن نساعد كلاياتنا إيد بإيد لنحل ولنساهم بالحل وما نحكي بهيدا الموضوع لأنه لأنه هن بدون إيانا نحكي بهيدا الموضوع وعم يضيعون لنا وقتنا بشيء نحنا بكتير شيء أهم لازم نحكي فيه ونشتغل عليه أنا قلي وجهة نظر مختلفة أنا قلي وجهة نظر مختلفة حبيت بس أطرق لهالموروع لأولى العالم أنه في ناس عم بيشوشوا على هذه المساعدات ما بدون طنالين شي أحدوك صحيح في ناس عم بيشوشوا على موضوع الزلزال يدل الخلفات ويدل العقوبات ويدل المحاسبة وعم بيكذبوها وعم بيكذبوها والله يا أستاذ راغب عم بيكذبوها نعم اه يا حبي اليوم سوزان بالإذن بس أنا ممكن بأيده للأستاذ راغب علامي بهالنقطة لأنه اليوم شفنا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي كمان ما بعرف إذا بوافقنا أستاذ عباس النور أنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي لعبة دوري كتير مهم بتوحيد الشعب ويكون إيد وحده ولازم نحنا إذا بدنا ننظر لهذا الموضوع كنت عم بيحكي فيه ببدايات لكن للأسعب الاتصال أو قبل الاتصال صار فيه مقاطع نحن نحكي على السوشال الميديا متل ما تفضل فيه الأستاذ راغب كل شي عم بيصير عم بيصير ما بدنا نقول إدعاءات أو فيه جدارات بالإعلام لا ما حنا نناقش هالمسألة نحنا منشوف ومنعرف نحنا مين نخرج نتعامل معهم مين بيعرف يسمعنا مين بيعرف يفكر معنا ويفكر ضدنا النفس الضعيفة أكيد موجودة ونعدام الجدارة أكيد موجودة والناس المنتهزة أكيد موجودة لكن هدول بهذا الانفيلات بهذا الفضاء الإلكتروني الغبي اللي عايش فوق رأسنا إحنا كلهات إحنا عم ندفع تمن وبكل مين بتناول هيك قصص مثل الآن إحنا ما في عنا فساد بالدول العربية بحياتنا العربية بمجتمعاتنا العربية واتتضوع الفساد بالطريقة اللي فيها نفس ضعيفة نعم أنت عم تكرس الفساد حتى بنفوس من يقرأك ومن يتابعك أنت واتتضوع العكس معتا أنت عم تلغي الفساد تماما وهذا دورنا هون وما فيك أنه نضوع على العكس أنا أفهمني أقدك مدام سوزان اللي أنه الفكرة من أستاذ راغب عم بتقول مدام سوزان إحنا نضوع على الشيء الإيجابي لحتى ما نخلوهم هنا ننوضي هذاك الجانب يسيطروا علينا يعني ننوضي في كل الأوقات وفي كل الأزمان بالفن وبالسياسة وفي كل مكان وفي كل المجتمعات نعم نحنا واجبنا أنه نحنا نضلنا عم نشتغل ونضوع على الجانب الإيجابي لحتى الجانب السلبي يلتغي لحاله نعم نعم أستاذ راغب علامي كلمة أخيرة بتوجهها بهالحلقة بدي أول شكرا لكل الناس اللي ساعدوا نعم شكرا لكل الناس اللي أضافوا الخير أحسن وحطوا إيدهم بيد بعض للخير أكيد وبيدي أول هايدي إرادة ربنا اللي صار ما حدا إله فيها ما حدا بيقدر يعمل شيء أنا شغلة واحدة نعملها إنه نساعد ونساعد ونساعد وتحياتي للفنانين الموجودين معكم السيد عباس سيد سوزان شكرا لكم الجديد على على هايدي الطلة وعلى هايدي الإضاءة لأنه هايدي شغلة حقيقة ببين كتير أمور شكرا أستاذ راغب شكرا شكرا يعني دقنا اللوعات صارنا عشرات سنين عم ندوق اللوعات صحيح ومؤامرات وما في إلا الشعوب هي اللي عم تتعذب شكرا يعني حتى لما بيعمل عقوبات على بلد بيعمل عقوبات على الناس مش على اللي عنده مشاكل معهم حقيقة حقيقة شكرا على وقفتك الدائمة معنا مع سوريا ورح نفتع عن هالموضوع بشياء قلبك دائما شكرا لك أستاذ راغب منر والعودة لك أستاذ عباس أستاذ عباس أنت بنتك ساكني معك بنفس البنية وعندك أربع أحفاد الله يخلي لك إياهون كيف عشت هاللحظة المرعبة؟ هلأ يعني لحظة مرأت لأنه عشت على وقت تقريبا مثل الفجر بالصدفة أنا كم سهران يعني ما بدي عود أحكي ضوي عليك قصة لأنه أنا أظهر أني أحكي على في مصائب في العالم بطبيعة الحالي حالة هلأ حالة زعر وحالة خوف حالة ترقب لأي شيء عم بيحدث أنت ملك فامانو هي مرأة هالسراني الحقيقة بس لكن صار فيه أكتر من حل ممكن تفكر فيه لتطلع أنت بهالبرد الشديد وشو بدك تأخذ معك وشو بدك تعمل أنت بتعرفي إمتا اللحظة صارت هي بدك تطلعك يبدك تأمن أحفادك يبدك تأمن من الطابق للأخير لتنزل اللي تموانا بالأرض وعند هيك حديقة صغيرة يعني كانت صعبة الحالة لكن هي بالنسبة لي نقضيت بس وقت رسمعت والقصص فيه ما بعده عرفت أن المسألة الكبيرة جدا خاصة في الشمال السوري في حلب وفي إدلب بالساحل والأدية وجبلة وغيره الحقيقة فيه في أمكاني بحد ذاتها كوارث حقيقية يعني لكن الناس بدي هون شغلة يعني على الكلام اللي بتفضل فيه الاستاذ رغب علامة أنه أنت بالأخير وبتحكي على السوشال ميديا والناس المؤسرة بطريقة سلبية ودول فاسدين وفيه فاسدين حتى بمناصب وبأمكان هدول لابد منواجهتون نحن كل آياتنا بالأخير يعني أنت وقت تقدر تقنع الدبان الزباب أنه الوردة أفضل من الزبالة ساعتها فيك طرعين تقنع الفاسد وأصحاب النفوس الضعيفة أنه الوطن أغلى من المال وهدول موجودين في كل مكان وفي كل زمان يعني ما بدنا نحن نشغل عن الأشياء الأساسية فيهم فخلونا نقلب الموضوع أنا فهماني عليك شو أصدك بالزبط وتحب أنك بتضوي على الشيء المنيح اللي عم بيصير خلينا نبعد وعلى الحلول ونحكي بهاي الأزمة الكبيرة كيف فينا نساعد شو فينا نعمل شو فينا نساوي كلنا مع بعض ومن شكري أنه شو ما عمل الفنان الاتهامات بتلحقه يعني أنتي من كم يوم أنا شفت حضرتك حتى شاركت الفيديو اللي كنتي عم بتعمليه اللي هي محاولة مساعدة الناس المتضررة بجمع التبرعات سواء منك شخصياً أو من الناس اللي ردت على سوزان أنا ما بعرف أنه نحن لما نحاول نعمل هاي الشغلة كفنانين لأنه نحن محملين بسقة الناس يمكن نحن موصوقين عند الناس أكتر من أي جهة أخرى ما بدي سمي أي جهة في العالم نحن كناس وبشر موصوق فينا هاي الاتهامات يلي بتلاحقنا ممكن هيك تحكيلي شوي عنها يعني أنه أنا هاي الاتهامات وراء ظهري طول عمري وما بطلع على هيك شي دايماً وراي بطلع لقدام مولا ورا أنا بشتغل والناس بتحكي مهم؟ مهم بظلني عم بشتغل مهم أنا شو عم بعمل شو عم قدم اللي بيفهم مني ما بتزعجي؟ أبداً بتوافقها صدقيني أبداً اللي بيفهم صح يفهم ولما بيفهم مثل ما قال أستاذ عباس إذا فيك تقنعي الزبابة أنه هاي أحسن ما حتي قدري تغيلي المجتمع هاي الفئة موجودة وهاي الفئة موجودة أنا لو مين رسالتي لهي الفئة الصغيرة اللي عم تحكي وعم تنم وعم تخليني التهي فيها مثل ما هلأ نحن ملتهيين فيهم لا أنا مو هدولي هدا فيه أبداً أكيد 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 وأنا شفت هذا الشي شوف مثلاً اللي أنت بتحكي قديش فيه مستوى من الحزن عالي جداً لكن مقابله فيه مستوى عالي جداً للوجدان مقابله الوجدان فيه إرادة للحياة وهي دا اللي شفنيه بالسوريا بتحكي بسوريا خوض الخريطة وقفة جواقفة هيك جنبك بتشوف قديش مرأة عليها أكثر من عشر سنوات حرب ودم ناشر سنوات بعيداً عن السياسات وكيف نهدر هادا الدم وكيف راح هادا الدم وكيف نعصر شهداء من هادا الطرف أو من هادا الطرف بغض النظر عن كل شيء أنا بشوف من النص بالمكان المحايد اللي بقدر شوف فيه مئة وثنانين حسمة تسع عيني هيك أنا بعرف شوف البلد هيك بعرف شوف الناس هيك جاعة بعرف شوف وطني بعد كل هاد الشي اللي صار وكل هادا الاحتراب وكل هادا الاقتتال وكل هادا الدم وكل هادا الخسائر وكل هادا الانقسامات الاجتماعية وصلنا للزلزال إن شاء الله يكون خاتمة إن شاء الله حتى نقدر يكون عندنا إرادة نغير ممكن يكون سبب ونعيش نغير نغير ممكن يكون سبب كان سبب كتير عظيم إنه نحنا دخلت لعنا طائرات قدي إلى ما حطت في المطار دي مشقت دولي هذا بيودينا لوقف العقوبات لمئة وثمانين يوم فقط بيودينا لهذا الموضوع ونحنا طبعا بدنا نشكر كل يعتنا الشعب السوري بدنا نشكر كل الناس اللي وقفوا معنا كل الدول العربية والغربية وكل إنسان قدم ولو كلمة ولو دعاء لسوريا بدنا نشكر الكل يعني حتى تفضلي سوزان ولكن موضوع وقف العقوبات مئة وثمانين يوم فقط هذا الشيء حلو ولكن هو بداية وأمنية إنه يكون دائم لأنه مثل ما قال أستاذ عباس نحنا 12 سنة زلزال جواتنا زلزلنا من جواتنا وانفجلت الأرض من تحتنا الشيء عم نعيشه أكبر بكتير من هذا الزلزال لأنه نفوسنا نهزت خلوا الشعب السوري يحكي بالأكل وبالشرب وبالاحتياجات البسيطة اللي موجودة عند كل الناس بينما الشعب السوري هو شعب حر شعب إلو تاريخ شعب عنده حضارة شعب عنده كرامة شعب عنده شهامة شعب حي مبدع فخلونا كلنا نفكر بصغائر الأمور فنحنا من ناشد أنا من هذا المكان المهم بناشد الدول العربية والحكومات وأصحاب القرار بأنه يضموا صوتهم لصوتنا بأنه وقف العقوبات على سوريا وقف العقوبات والحصار بشكل دائم لأنه بكفي الشعب السوري بكفينا معنا كمانا لا ديما بياعة بتخيل صارت معنا على الهواء على الهواء ديما مساء الخير ديما يعني لو قادرين نجمع كل نجوم سوريا بهالحلقة يعني على قدر الإمكان عم نتلقى اتصالات من نجوم متضامنين أو عم بدون يرفعوا صوت الإنسانية بهالحلقة وديما أنت كنت من النجمات يلي ساكنين برات سوريا وقدرت تجمع تبرعات بالإمارات صح أديها الخطوة ليفتي عايزي الشعب السوري كلهم بالشي اللي صار طبعا هي كارثة حقيقية وأنا بقول دائما يمكن لابن الواحد يكي تجي هزه ليقدر يعرف إنك الإنسان عن جد نحن يمكن بـ 12 سنة الشعب يشور كثير عاما وكثير سعب سعب عن جد سعب صح إيجات الهزة فهي يعني حرام حرام خاجة خاجة يا ديما طلعت من جواتنا من جواتنا قلنا مو من جوات الأرض أنا يعني ما عم بقدر تخيل أنا كثير عم عم بالداية طبعا الأول شهر بمسي عليكم كلكم في الستوديو يا ساد مساكت عم جد الوضع تبطلعي بتقولي تب معقولي إذا نحن مقدرنا نتوحد على هيك وضع إنت يعني بنزال ما بيوحدنا بعتقد أنه توحدنا بعتقد أنه توحدنا بعتقد أنه السوريين كلهم يد واحدة يا جماعة يعني ما تخلوها الكم واحد اللي عم يطلع إشاعات وعما هذا يشوي الصورة لا 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 الوحدنا والغالبية العظمة والله يعني كل حدا عم يقدم من قلبه شو بيقدر يقدم عم بيقدم عم بيساهم يعني مية بمية وأنا طبعا أنا هذا الحكي عم قلت لك يا عم بقوله لأنه في ناس ما بيعرفوش الوضع داخل سوريا وإنت ديما كمان لفتني تعليق إلك قلت أنه الإمارات ضربت قانون قيصر بعرض الحائط أي من أول أول دولة ثانيا ما هو تقلب وهي العالم اللي ما عم بقدروا بجلوا بيفكروا لك العقوبات بكل واحد يفسرها أنه هي بس مقونة وإدوية لا نحن بحاجة لآليات آليات آليات فاقلة نعم الآن لحظة عم بيجينا نسيجاتنا في ناس ساعة عاشة نعم واحد ما حدا أكرم من رب العالمين ممكن يضلوا 15 يوم على فكرة آه آه صحيح 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 ليش نفقد الأمد ليش نقول هنطلع ميتين خلاص راحت عليهم صحيح ليوم مطلعين بنت هلأ أبن شوي ديما الله بيعطي قوة صحيح بالفعل والشعب السوري عنده الإرادة وعنده القوة ديما مع ختمها الاتصال شو بتوجهي رسالة عبر شاشة الجديد نقول أنه نحن لازم نوقف مع بعض دائما ومو بسبب هاي ما نحن بكل شيء بالمستقبل نضل هاي كان هذا بالنسبة أنه يمكن من الله درس لنقدر نوعه أنه نحن في عنا وطن وطن هاي مسؤولين منه شعب مسؤولين منه نضل هيك نحب بعض نضل وقتين جنب بعض يا رب الله يججبنا وليججد حدا ثاني مرة ثاني يا رب يا رب يا رب يا رب شكرا لإلك النجمة ديما بيعة على هالمداخل على أمل صوتك يوصل وبدي أحكي بس هيك أنا لفكة نظري مدام سوزان على كلمة كتير مهمة نحن طول عمرنا مع بعض حقيقة نطول عمرنا مع بعض ممكن الناس استاذ عباس ما بتعرف نحن منجتمع برا بمسلسلات منطلع منصور ممكن يكون كل واحد في إله رأي سياسي ولكن أنا اللي بشوفه كفنانين سوريين أنه الكل قلبه على بعض ما في حدا فينا ممكن يتخلى عن واحد لمجرد زوائع بمصيبة لمجرد أنه والله رأيه السياسي ألا يناسبني أنا هذا الشي بعرفه وشفته ولمسته هذا الشي بعرفه وهذا الشي ما نو غريب عن الشعب السوري هلأ الحرب زلزلتنا طبعا نعم الحرب شردتنا وشرزمتنا ودبحتنا وموتتنا وقتلتنا وعملت فينا العمايل الشي اللي ما بتخيله الواقع بس هلأ أنا الأوان أنا الأوان أنه هالخلافات كلها إذا في أي خلافات بين أي شخص والآخر أنه تروح وتنتهى وفعلا نرجع نكون أيد واحدة حتى نبني هذا البلد شفنا يمكن سوزان يمكن صوتكم بلش يوصل شوي شوي يعني شفنا مؤخرا تخذ قرار رفع العوبات عن سوريا لمدة مئة وثمانين يوم كيف تلاقيها الخطوة أستاذ عباس هلأ هي أبسط الخطوات اللي يجعينة تيجي تضغط تيجي تخف أمريكا حتى بالدولة العميقة بأمريكا من سمعتها وعلى سمعتها أمامها القضية الإنسانية لأنه هي مسألة التوازن والأخير السياسية هي مصالح ما فيها رحمة صح الاقتصاد نفسه ما فيها رحمة هو أكبر حرب هي حرب الاقتصاد وقت تمنع أو تحجب أو تسمع هاي الحرب الكبيرة اللي ممكن اللي نحن حاليا عم نعيش أستاذ ممكن نتموت من الجوة بس حتى أريد أن ترجع لك شغلي ما تصدق وأنا ما بصدق فلنان عنده مشروع سياسي فلنان ما عنده غير مشروع ثقافي يتحسس كل السياسات ويتبنى بعضها لكنه لا يتبنى شيء محدد ويقف باتجاهه ليقول أنا أنتمي لهذا الحزب وأنا أتبع هذه السياسة أو أنا موالي لهون أو أنا معارض لهون هو مع الوطن ومع التاريخ مع جذر مع تراث مع ثقافة المشهد اللي هو عايش فيه فيه مشهد ثقافي معين بسوريا تحديدا فيه كنز هائل جدا من الثقافات تنوع الطوائف والإثنيات والعرقيات والقوميات حتى كل هذه متوفرة فيها ثقافات عالية جدا هذه كلها تكونت السوري وعم تكون أجيال لاحقة الاعتماد واحد هو دائما المشروع الثقافي اللي يقبل الجدل هذا لازم يفرز حالة سياسية تقبل الحوار تقبل أن يكون هناك حياة سياسية نحن نحن نقلص من هذا الجهل اللي ممكن فيه عسلين استاذ عباس أنت بحلقتك مع استاذ علي كمان كنت عم تحكي عن هذا الموضوع تطرق لهالموضوع صح كنت عم تحكي عنه لهذا الموضوع أنت عم تحكي أنه في مواقف سياسية أو فنانين أو سياسات هذا كلام هذا كله عبارة عن ثقافات نعم رائلة علاقة بالثقافة ورؤية حياة البلد كيف ممكن يشوفوها كله بيحب بلده بطريقته بالأخير أنا أتبدي أقول حياة بلدي بناسبة دستور مختلف عن السائد هذا حقي أن أقول شو هو الدستور وشو هو عيوبه لحنت أفكر فيه فيما بعد هذا شيء إنساني واجتماعي أما دخلوا للحالة السياسية فتنا للمربع اللي أحنا بحياتنا مران أطلع منه هذا الزلزال الحقيقي اللي احنا عايشينه نعم من بداية الاستقلال حتى الآن نعم صحيح يعني أستاذ عباس المأساة تكتار وهل الزلزال يمكن زلزلنا من جوة ولكن جمعنا بمكان معين وبيضل فيه هيك جرعة أمل وبصيص أمل وشفنا هالشي مبارح لما أنقض فريق الإنقاذ اللبناني نجح بإخراج امرأة وابنة من تحت الأنقاذ بعد مئة ساعة ضل عنده النقص علي علي صفي الدين البطل علي مصطفى صفي الدين هو معنا هلأ زوم على زوم خلينا مرحبا علي تحية حب إلك ولشجاعتك على هالخطوة الإنسانية الليفتي يمكن ويسام هيدا رح تعلقه على صدرك من بعد هالخطوة يعني فرحت لنا قلبنا بصراحة خبرنا شو صار أول شي مرحبا لك والأضيوفك في شغلة حضا إلا لسوزان اللي عم تبكي لازم تبكي صدقا لأنه المشهد اللي شفناه نحن مشهد مبكي والوضع كان أصعب مكان أصعب كثير من اللي عم نحكيه الله يضحم الله يضحم الشهداء والله شبعنا بك شبعنا بك يا علي صار 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 جواءت العقل هلأ جواءت صح 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 علي استاذ عباس عم يسألك أنت ببيروت أنت بلبنان ولا بسوريا اليوم هلأ نشوي وصلنا على بيروت أوكي تفضل الوضع كان بسوريا صعب كثير زلزال كان كان كثير ضارب نحن كنا بمنطقة جبلي جبلي من أكتر المناطق المتضررة كان الوضع الوضع كان سيء الصعوبة بإطلاق الجرحة والجتب كان في صعوبة لهذه منا عاملة مثل جاي ضرب الطاروخ ببنائي نزل نصة قلبي جاي البناء نازل مثل البسكوت يعني طابق على طابق طابق على طابق نحن كفريق لبناني كنا مقلفين من 73 شخص من كل الجيش اللبناني دفاع مدني طليب أحمر فوج اطفاء كان هيدا الفريق عم يشتغل كامل متكامل دورنا دورنا نعمل شغل كتير قوي لأنه حطيني براتنا نروح لعونيكة نعمل عملية وننقذ أرواح حبينا كنا ننقذ أكتر أرواح بس دورنا ننقذ بعد 122 ساعة أم وابنة ضحايا كتير شهدى كتير أمنا شهدى كانت طريقة الأيمان الشهدى صعبة أنا من الأشخاص اللي خايد مثل ما بقولوا حرب تموز أنت خسرت بنتك علي خسرت بنتك وانت شلتها بإيديك بحرب تموز صح خسرت بنتي صح خسرت بنتي الله يرحم بنتي بحرب تموز وإمتى الله يرحم الشهدى كلهم بنتي يسويها ما يسوي كل شهيد وكل طفل عم يستشهد بهيدا البلد أما بالوطن العربي الله يحميك كيف كان التعاون اللبناني السوري ممكن تخبرنا عنه أستاذ يا بطلنا العظيم لحتى كفة تفضل كان التعامل السوري واللبناني تعامل كتير ممتاز من قبل الجيش السوري ومن قبل الدفاع المدني السوري نحنا كان معنا الدفاع المدني السوري وحضرة اللي وقص هو مدير عام الدفاع المدني السوري كان التنسيق مشترك وكان التنسيق كتير جدي وشغل كان ممتاز من قبلنا من قبل الجيش السوري ومن قبل الجيش السوري والدفاع المدني السوري انتصح المجال لأننا لحتى نشتغل عنا قبرات شوية نحنا عاملين دورات أنا من هون بقلك عبر عبركم بشكر مديريتي لوصلتني هون بدورات عالية جدا نشكر مدير عامل الدفاع المدني عميد رمون خطار نحنا كما بدنا نشكرهم والله نحنا كما بدنا نشكرهم باسمنا كفنانين أيضا بدنا نشكرهم كنا كتير مميزين فيكم تسألوا الدفاع المدني دورنا ننشل عدد الشهداء كان عدد الشهداء أنا بيقول لك أنا شوي الوضع شوي مخربت ماء لأني كتير تعبان وضع الشهداء يعطيك العاق وضع الهزد كانت وجه الصبح نايمة ملحقة العالم تهرب هندك ناس كثيرة كانوا عم بيحموا ولدهم حامنين ولدهم وريكدين طريقة الاستشهاد لإلهم حاضنين ولدهم طريقة كانت كتير صعبة صحيح إمنا الشهداء إمنا الشهداء كفريق لبناني مربطين ببعض حوالنا نعيمهم متمسكين مع بعض لكن نحنا أول مرة كفريق لبناني نظهر ننطلب لخارج لبنان لحتى نقوم بعملية انقال كان فريق لبناني الجامعيات من جميع مناطق لبنان من كل الأديان كان شعارنا واحد لبنان وسوريا ننقذ أكتر عدد ممكن أنقذنا شخصين مبارح ببنية جبلة بعد شغل ستة أيام متواصلين بكل مناطق جبلة كانوا هؤل أشخاص لحتى نشوف أنا بدي يجاوبكم لكم يمكن يكون في حدا طيب صح يمكن له عمر ما تقتله شدة وهي دي من تحت منطوابق كانوا بآخر نقطة بآخر نقطة بعيد البنية نحن كنا ثلاثة أيام عم نشتغل يدوي بالمعدات اللي هي مهما من رفش معولة معدات هذا بدي يسأل معدات بسيطة هذا بدي يسأل معدات بسيطة أنا بطلب أنا بطلب عبركم أنتو إن شاء الله ما عايش من دوق هيدا لا ما عادي دوق الزلزال أي دولة بالعالم إن شاء الله يا علي لأنه الإحصارة كتير كبيرة هايدي كارثي علي شكرا لإلك على هالمداخلة بس لديء الوقت نحن يعني بتعرف لديء الوقت أنت بينعمل معك حلقة إنسانية يعطيك ألف عافية يا بطل الله يا أويك يا علي بس شغلة زيرة أي تفضل عبر موقعك عبر إذاعتك نطلب من جميع يدعموه الدفاع المدني وغير الدفاع المدني بالمعدات لحتى ما نوصل بطن كون واطن لكيرسة هذا الشيء نقدر ومنشد على إيدك وأكثر ما يدى الشيء يعطيك العافية إن شاء الله نحن بحلقة نهية نحن بحلقة نهية نحن بحلقة نهية نوصل صوتنا بالفعل لهذا الكلام بدي وجهها ألف تحية شكر لكل شخص موجود على الأراضي بسوريا أو بتركيا بعده عم ينبش على نبض قلب موجود تحت الأنقاب مشاهدينا رح نطلع أول فاصل إعلاني ومنتابع اشتركوا في القناة معكم مشاهدينا هالحلقة الخاصة من كتاب الشهرة على أمل صوت الإنسانية يوصل ورح نحاول نرفع قدر الإمكان بوجود النجمين الساز عباس النوري والنجمي سوزان نجم الدين إلى جانب الاتصالات التي نتلاقيها من نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي اسمح لي علي بدي ضوي على الشغلة وموقف صار اللي هنن طلاب درعة اللي موجودين بحلب نبعط لهم بساط لحتى لأنه المنطقة كتير خطرة لحتى يطلعوا مننا ويرجعوا على بيوتهم وهن رفضوا واتطوعوا وساعدوا هذا هو الشعب السوري بتلاقيه بالمحن بتلاقيه بالمحن هذا نحن هذا هنن السوريين الأصالب تطلع وقت اللازم تطلع الأصيل بيطلع هون هون تشوف الإنسان معدنه صحيح هون بيبين معدنه هلأ أنت سوزان لما صار هيك وخلصت القصة يعني وقفت الهزة شفتي الدمار والقصص هي أنا هون خفت بشكل حقيقي بتصور كل السوريين خافوا لما نحن شفنا حجم الدمار الكبير وحجم الكوارث والحقيقة مو دغري فقنا عليها يعني يوم عن يوم كنا عم نكتشف إنه الكارثة كتير كبيرة عم نستوعب عم نستوعب حتى يعني كنا بدي روح دغري على اللادئية طب كيف بدي روح شو بدي أعمل بدي إجمع تبرعات بإجمع مساعدات عدنا اشتغلنا نحن وناس كتير وأمننا وزبطنا وكذا الحمد لله رب العالمين بس يعني حجم الكارثة كان كبير وتاني يوم ما بتخيل حدا من السوريين نام لأنه كلياتنا خفنا على أساس فيه زلزال تاني فصرنا نطلع بطول الوقت قاعدين ناطرين وزلزال حيصير ولا لا رغم أنه أنا كدراسة وكمهندسة مهندسة معمارية بعرف كيف بتصير الزلازل وبعرف أنه إلى حد ما يعني أنه الترددات طبعا بتكون أخف وإلى آخره ولكن الرعب اللحظة اللي عشناها لما شفتي الكوارث طبعا بهاللحظة هاي كان ممكن تكوني إنتي فيها ولما بتحسي بكل واحد هنيك يعني فقد ابنه أو فقد أبو أو فقد عيلته كمان أنت بتحسي هذا الشي كأنك أنت موجود شبح الموت موجود حوالي هذول أهلك يعني إخواتك ناسك بدك تحسي وتعيشي نفس الإحساس طبعا طبعا ما حنقدر نوصل للإحساس طبعا ولكن الألم كتير كبير والحزن كتير كبير بس أنا بعد إذنك على سيرة التبرعات أنا بدي أسألك سوزان يعني أنا بعرف لأنه دايما على تواصل أنا وأنت أنت تبرعتي بكتير أصص ولكن ما أعلنت عن الرأم على مواقع تواصل الإجتماعي ممكن مثل ما عمل البعض من النجوم أو ما سربت هالمعلومة ليه ما أعلنتي عن الرأم أنا ما كان بيهمني الرأم بيهمني أن يكون موجودة بكذا مكان وأني ساعد على أرض الواقع وسلمت بالإيد فعلا وأنا اشتغلت مع كذا حملي الحمد لله ومع ناس كتير نحنا فاقدنا ناس كتير أصدقاء لإلنا وأخوات لإلنا بجبلة وبلادية وبحلب كمان فكنا على تواصل مباشر معهم وكنا مأملتهيين فيهم كيف فينا نساعدهم كيف فينا شو فينا نبعد أني يفكر فيه أني أعلن أو قول رقم أو كان آخر همي هذا الموضوع لأنه الأهم هو أنه كيف تقدر تساعد كيف تقدر تفيق منها الصدمة لا تقدر تتوازن لا تقدر تحط خطط عواطفة هي اللي عم تمشي لا تقدر تحط لا بنفس الوقت عقلك عقلك عم بتحكم بعواطفك باتجاه الخدمة بالزمن وليس باتجاه أنه أنا بدي آخر همي شو بديوا فعملوا مثلي يعني هم هن المفترض أنا بيرأي ما في داعي نعمل لنكون قدوة المفروض الكل يعمل ما هو الكل عم يعمل وإنتي سوزان كمان يعني فتحت بيت والدك الله يرحمه الله يرحمه مسيحته كتير كبير حسب معرفة 600 متر مربع متر مربع فتحتيه ورجعت عدت تأهيله كرمال تتبني عيال لنقزه من هالكارثي والله مو بس أنا فتحت بيتي يعني يدريكيش كلها فتحت بيوتها وجاهزين لاستقبالهم حتى الدكاترا يعني عملنا فريق طبي وجهزنا البيت بشكل كامل وكله مستعد يعطيكي ألف عم يسوزان حلوة مبادرة الإنسانية بس بمناسبة المساعدات أنا حابة بعد إذنكم أقول شغلة متل ما قال علي نحنا أهم مساعدة مو الأكل والشرب والحفاظات والحليب أهم مساعدة هي كانت كانت التنقيب الأدوات الحديثة لحتى نقدر نستخرج أكبر عدد من الأرواح تكون عايشة هذا كان أكبر وهذا اللي صار فيه تأخر فيه كتير كبير كنا عم نحكي بهاي النقطة أستاذ عباس اللي هو ليكمل بس مو بس آليات أنا آسفة جدا بس كنت عم بحكي عن شغلة بس مشان الأستاذ عباس حكيتها أنا وينان مو بس الآليات الناس أصحاب الخبرة بالعمل بهاي الآليات يعني تحكي الزر عنهم تمام تمام هون بدي انطلق لشي أنا جاية مشان عدة رسائل نقولة هون واحد منهم هاي الرسالة انه نحن مشكورين كل الدول العربية والعالمية وكل الناس اللي ساعدوا سوريا ولكن نحن بحاجة لمساعدات على مدى طويل جدا سنوات قادمة متوقف المساعدات بس يوقف الزلزال هاي مرحلة مؤقتة ولكن نحن لأ نحن عنا مو بس عنا بناء البشر وبناء الحجر الناس اللي اهتزت من جوه هزتها الداخلية أهنف بكتير من هزت الحجر الحجر فيك تبنيه بس هيدا البشر بده علاج بده تأهيل إعادة تأهيل بده وهو عم ينبنى بيته عم يشوف بيته كمان فيه أطباء عم تبني له نفسيته فنحن بحاجة من كل الدول وقفة حقيقية معنا لمدى سنوات طويلة قادمة لحتى نرجع نبني البلد من جديد وناخد هدول الناس لبر الأمان بس نحس انهم نستقروا بمكانهم واستقروا نفسيا بعدين يوقفوا مساعدات استاذ عباس شفنا انتقادات كتيرة وتسريب معلومات على انه بعض الجمعيات مفبركة عم تتلقى تبرعات ولكن هالجمعيات منا حقيقية شفنا هالموضوع على مواقع التواصل مع شو تعليقك عن النقطة مواقع التواصل الاجتماعي هذا كلام مباح وفلتان هذا مدى فلتان هذا الفضاء الفضاء الالكتروني الغبي اللي فلت الناس تحكي كيف ما بدك مين أصحاب التريندات وين في نقطة ممكن نضوي عليه نعمل تريند بدنا متابعين بدنا كلام مين عم يتصدر هذا الموقف أصحاب النفوس الضعيفي صحيح يعني بيحاولوا تشويه عملية التبرعات مو بيحاولوا تشويه ما بنحكي بطريقة استنتاجات خلينا نحكي على الأرض شو عم بيصير أنا ليش بدي يضوي على هدول ليش بيفكر بطريقة هدول انت موجود بسوريا خبرنا شو عم يصير خلينا نكفي لك تفضل بدك تحكي تفضل شي خلينا نكفي نحنا المحتوى كامل حتى ما هذا الكلام اللي بيصير بيطلع على فساد على سرقات على عدم مصداقية هاي الجمعية ولا هاي الجمعية ولا هاي الجهة ولا هاي الجهة هذا كلام المقصود منه فعلا الإساءة للعمل نعم صحيح العمل لابد من وجود أخطاء فيه بالتأكيد إذا لم تعمل لم تخطئ صحيح وإذا لم تخطئ إلا أنت عمل صحيح تماما أنا ضد الدخول بالتفاصيل كله بشكل عام كأن هذا الكلام أنا موقف عنده خلينا نفكر بالناس اللي فعلا عم تقدم بالناس اللي فعلا عم تأثر بالناس اللي عم تروح ل لمحلها عم تساوي شي صحيح أنا شوفها السبيت أني عم تفرج على زلزال شوف زلزال آخر حتى زلزال من نوع آخر قايم على تهديم النفوس بغباء وليس بتغطيط نعم بغباء شديد جدا كيفين أنواسيون هدول الناس ما فيك تعمل شي معهون هدول لازم أنت يعني تطيح فيهون عجنب فاكري بس بشي وحيط أنك فيك يتحكي فيه وتعمليه وباس أنا ما فيني بغضها تفاصيل بدون إعادة تأهيل يا جماعة بدون إعادة تأهيل بدون إعادة تأهيل بدون إعادة تأهيل بدون إعادة تأهيل بدون إستراتيجية لحظة نحنا كلنا نصدمنا حتى الدولة كله يعتنا نصدمنا مفروض يكون في خطط استراتيجية لتبني هدول الناس من جوا ترجع تأهلهم من جديد وهي عم تبني لهم ببيوتهم مع هذا الشيء كنا عم نحكي فيه من شوي لازم إعادة تأهيل لهم وإلا هدول الناس اتدمرت يعني اللي فقد ابنه ولا أبوه ولا أخته ولا يعني يعني شيء مرعب رهاب خوف كيف بدون يكملوا حياتهم إذا ما كان في دكاترة وإعادة تأهيل ومستشفيات واهتمام عاطفي وصحي ومادي ونفسي ومن كل النواحي بدك تعيدي تأهيلهم بالإضافة إنه بدك تبني لهم بيوتهم بهالشغلتين بالتوازن شو بدي أقل لهم شو بدي أقل لهم شو ما بدي أقل لهم يعني هيك سوزان نجم الدين شو ممكن تقل لهم استاذ عباس شو ما بدي أقل لهم شيء من جواتك أنت شو بدي أقل لهم يمكن يمكن أقل لهم أقل لهم شيء أنا بقول لهم يعطيكم أقل لهم عافية واستمروا بالغباء وبالجهل لا لا أصدق 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 على أنا أصدق أصدق على الناس المنكوبة والناس اللي فقدت أهلهم أعوذ بالله شوف اللي أحكي لك كل الكلام إنت كأستاذ عباس شو ممكن تقل لهم سمحيلي أنا ما لقاعد ألا بمنبر شيخ ولا بمنبر رسول ولا بمنبر هذا الكلام ما لدي شيء سمحتي سمعت السؤال أنا إذا بدي أقول شيء لها دول العالم شو اللي بدي أقول أكتر من المواساة الكلام الجميل فيه يطلع مني نحنا بحضرة الحزن الكبير بزلزالنا النوع عم نخرس معت فينا نحكي معت فينا نحكي يعني مو بس تلهشنا لسه نحنا عم ندور على الشيء اللي ممكن نعمل ومو شيء اللي ممكن نحكيه صحيح صحيح يعني هلا أنا دخول بتفاصيل المساعدات وغير المساعدات أنا ما لدي خبرة فيه في ناس أخبر مني حكي يعني هذا مدعاة فعلا للفقر بيكون هذا التكافل الاجتماعي الغريزي اللي يطلع بين الناس يعني كمان أنا بمطرح فيني يحكي فيه بهذا الموضوع أي شيء مثل الوعد الوعد ما له الصوت يا صفاء إذا انكسر ما له صوت ما له بريق ما له زجاج الوعد من تصدق بس إذا انكسر بيقلم كتير صحيح اللي عم يصير بالإعلام إنه قد موعود عم تكسير عم تههر عم تعمل زلزال منه آخر منشان هيك الكلمة طب حضرتك قلت جملة إنه إنه الوقفة السوري عم يدفع ثمنها هاي يدفع ثمن وقوفه مع الجميع وكنت تقصد السوري شو 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 كان عنزق أنا بدي إفهمها لهي الجملة إستاذ عبانس طيب تروحوا لمحلات السوريين إجمالا مو بس السوري يعني السوريين إجمالا إحنا كل تاريخ الشعب السوري قائم على تبني القضايا منذ غرما مع حليب إمنا عم نرضع قضية فلسطين وبعد شوية على بداية وعينا ردعونا قضية نيكا راكوة سميك ما خلونا قضية ما ردعوناها صارت بدمنا الشي اللي بهمنا من أهلنا نحن مؤمنين بها القضايا طلعنا منها في مشاريع كتير دخلت لسوريا مشاريع مع انقلابات وانقلابات عن مستوى التوجه السياسي وغير السياسي وصل السوري لمرحلي إنه هو شبع قضايا ما عدت في حياته اللي هو عم يدفع من لامته للقضية الفنانية وقضية العلمية فنحن دفعنا كتير لا هذا مدين هذا حق طبيعي إنه نحن انتمانا هيك وأنا ما أصدي فيها نهائيا سياسيا لا لا مو سياسيا أنا عم بحكي على مستوى الشعب العربي إنه إنه نحن الشعب العربي عموما هلا هذا الشعب العربي تعالي خدي كاميرا وميكروفون روحي لأي بيت عربي في كل الوطن العربي إذا شعب صورة من الزلزال لحيقلك رأيه أهم من رأي حكومته أي إن كان صحيح حيوقف معك صحيح بس هذا المهم نحن كفنانين أو ناس مشتغل بالثقافة وبالفن نعم ملعبنا هذا المشاهد ملعبنا هذا البيت نعم اللي ما له علاءه لأبي هذا الرأي ولأبي هذا الرأي له علاءه لأبي المجتمع بس للأسف وبالنهاية الضحية عم يكون المواطن الشعب السوري يعني من الحرب للحصار وصولا للزلزال سوزان أنت كمهندسة معمارية أعني بفكرة أن الخبرة بيقدروا يتوقعوا حصول زلزال أكيد لا أكيد لا ليه؟ أنا ماني خبيرة استراتيجي بهذا الموضوع بس أنا نتيجي دراستي أكيد يعني أنا بعرف كيف ممكن يصير الزلزال وشو طبعاته يعني إذا بدكم بحكي شوي بهذا الموضوع إذا بتحبه يعني أكيد كتير ناس بتعرف هذا الشي أنه الكرة الأرضية عبارة عن أربع طبقات طبقة القشرة وطبقة الوشاح اللي هو اللزج والغلاف الخارجي والداخلي القشرة الأرضية هي عبارة عن غلاف صخري على عمق مئة كيلو متر هاي القشرة عم تعود على مادة لزجة هي عبارة عن ألواح تقريبا من 12 ل 15 لوح اسمه اللوح التكتوني تكتوني تكتوني الألواح التكتونية هاي الألواح كل لوح بيحمل قارة ولوح بيحمل محيط وفيه ألواح بتحمل نص قارة ونص محيط اللي بيجمع بيناتهم هو التصدعات هاي تصدعات نتيجة الألواح هي اللي عم تمشي شوي عم تتحرك على مدى ملايين السنين عم تتحرك هيك على فكرة كل سنة بيصير 20 هزة أرضية نتيجة تحركاتهم البطيئة هاي بس نحنا ما منحس فيه فمعلش ولو طويل شوي بس الموضوع بس مشان ينعرف مزبوط فهي الألواح لما على مدى السنين لما عم تتحرك مع بعضها عم تأدي إلى تراكم وضغط كتير كبير على الصخور الموجودة بالتصدعات عم توصل هاي الصخور لدرجة انه ما عم تتحمل هذا الضغط الكبير عبر السنوات كلياتها فبتنفجر على طريق طاقة موجية زلزالية مشان هيك بتجي كتير كبيرة حسب حجم وحسب نوع الصخر وهال 100 كيلو متر من هالقشرة الأرضية هاي فيها صخور غير متجانسة يعني ما بيقدر يوصلوا لأنواعها لحتى يعرفوا ويتوقعوا إذا فيه زلزال ولا لا الردات كيف بتصير لما بصير هيدا الزلزال وموجاته بتصير الأولى فهو عم يدرب بالصخور الثاني المنوع آخر حسب تحملها كمان وحسب هي عم تتصدع عم تتشقق عم ترجع تطلع طاقة جديدة عم تعمل هالذات خفيفة هيك لبين ما تستقر الأرض مكانة من جديد فليش ما بيقدروا حسب معلوماتي ليش ما بيقدروا يتوقعوا لأنه لازم يدرسوا هال 100 كيلو متر من الصخور المتنوعة والغير متجانسة لحتى يقدروا يتوقعوا أنه هلأ فيه زلزال ولا لا فيه طريقة واحدة أثبت العلم أنه بيقدروا يوصلوا أو يتوقعوا هي حركة الحيوانات فقط حركة الحيوانات الغريبة في فيديو أنا نشرته اليوم على الإنستغرام تبعي في الغزلان عم تتحرك بطريقة دائرية غريبة رهيبة كتير هذا معناته أنه فيه كارثة بدأتصير يمكن هذا قبل الزلزال كان وحتى في مقطع فيديو بتركيا لمجموعة طيور كيف تجمعوا بالضبط لأنه الحيوانات عندها إحساس بالإحتزازات الأرضية أكتر من البشر هذا الشي بيخلينا نروح لشي أنا حاب أقوله أنه بتمنى بتمنى أنه الأبنية القادمة بسوريا تكون مدعمة ضد الزلازل وهذا الشيء لابد منه الحقيقة حتى لو كلفت الزيادة إذا كلفتنا 30% الزيادة نحن نربحها بالأخير 100% فهذا الشيء لابد منه الحقيقة بالعودة إليك أستاذ عباس شفنا تضامن كبير مع هالكارثة من قبل بعض الدول العربية برأيك في دول عربية خذلت سوريا بعد هالكارثة؟ ما بحثي ما بحثي أنه في حدا حيغزل سوريا أو حيغزل الشعب السوري خلنا نكون دقيقين ما حدا حيغزلنا أبدا لأننا أحنا ما خذلنا حدا بالأخير أنا بعرف تماما بعيدا عن الأخبار أنا دائما أتبرأ الأخبار بروح على المصدر لأشوف مدام إصداقيته كتير كلام نحكى ونحن بانتظار يعني في كلام نحكى مثلا على دولة ما بدي أذكر أسماء أو دولة تانية شي بأفريقيا شي بأسيا ما بنا نذكر أسماء لأنه صار مخجل الحقيقة الحقيقة أنا بخجل من نفسي بخجل يعني في أشياء مؤجلة في أشياء قادرين عليها في أشياء ممكن يساعدوا فيها من عدم يحكوا في أشياء تجي عن طريق التسلسل هذا الكلام الإنسانية تماما هذا ملعب الإنسانية هذا ملعب شيء طبيعي الناس يحسوا بعضهم أبدا ما يعني أنا ما لي متوقع ولا ممكن فكر أنه ممكن أي حكومة عربية إذا كنت إجابة على سؤالك تفكر أنه توقف ضد الإنسانية تجاه هذا البلد المنقوب ما حال ممكن يكون صامت أبدا هل نخترقوا كل القوانين هل نخترقوا كل القوانين وساعدونا سأخذ جواب منكم الاثنين أي أكتر دولي فاجأتكم بردة فعلها بالأول ولفتتها الإنسانية تجاه سوريا كلهم مثل الله كلهم ساعدت فعلا أصلا بوقت واحد أنا فيني أقول لك أي دولة كانت الأسرع وهي مجبورة مو كدولة كشعب أي لبنان صح لأنه مجبور لبنان والسوريا والشعب واحد نئات الآلاف من العائلة جزائر 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 أول الإمارات الإمارات جزائر بعدين خلال الصاعة أنت بتكون بالشام صح والأردن نحن أصلا صفاء بحرب تموز سوريا فتحت لنا بوابنا بوابة واستقبلتنا بواب بيوتا صح على فكرة يا جماعة هاي الأزمة أثبتت أنه العروبة موجودة وهذا مو تنظير يعني أنه الناس نحنا كلنا بنشبه بعض بالوطن العربي في كل بلد عربي نحن نحن الناس منحب نفس الشي ومنكره نفس الشي بيطلع مسلسل بيجمعنا بيوحدنا بتطلع فكرة بتوحدنا بتطلع فكرة بتخلينا يعني يعني نحن واحد وهذا وتجمعنا الأزمات دائما هذا دليل أنه فيه إحساس حلو جواتنا كلياتنا نحن نحن ناس عاطفيين المجتمع الشرقي عموما يعني عاطفيين نحن الوطن العربي كلياتنا مبني على العاطفة فيه شغلة أنا لفتتني أستاذ واستغربته أنه عم بنقال أنه الإعلام العربي عم ينمنع من الدخول إلى سوريا ففيه معنى الإعلامي سامي كليب خلينا نسمع حابب يوجه رسالة على خير رسالتك ويعلي على الموجود مساء الخير السيد سامي مساء الخير السيد علي إليك وليديوفك يعني كما يقال في كيف يفتى ومالك في المدينة يعني أنا أمامها النجوم الكبار الموجودين عندها أكل اللي عبينقلوا مأساة سوريا شكرا نحن بس منقود بعض التمنيات ما فينا رغم أنه عم نعيش الجرح نكما هني عايشين ويمكن وبنفس العمر بس بحضرة موت طفل تحت الردم ولد بالحرب وعاش بالحرب واليوم عم بيموت تحت الردم يصير الكلام صعب ولكن لابد من الكلام وأنا يعني سمعت اللي ضيوفك اللي تفضلوا فيه وبتحوى السيد عباس نوري مرر العديد من الرسائل ويريت حدا يقدر يلطئطها كما هي ولكن عم نحي عن موضوع الأعلام يعني نحن في مصر لأيام الأعلام العربي بشكل عام والأعلام السورية على وجه الخصوص عم يرفع الصوت أنه ارفعوا الحظر عن سوريا وهذا حصار جائر وفعلا جائر لأنه كل الحصارات بالعالم أدت إلى موت الأطفال وإلى قتل الأبرياء بينما من يستهدف بالحصار من قبل الدول التي تحاصل يعني تعتبر أنه الدولة أو النظام إلى ذلك بالنهاية يعني مش هو اللي عم بيموت هو اللي عم بيموت الشعب وعم بيموته الناس وعم بيموته الأبرياء وعم بيموته النفاء وعم بيموته الأطفال جون زيجلر الكاتب المقرر الأمم المتحدة السابق والنزيه والأصير عمي الكتاب عن مصف مليون طفل قتلوا في العراق بسبب الحصار فهذه الدول ما عندها قلب بس حاصر ولكن خلينا كمان نرفع الحصار عن الأعلام يعني ما بيجوز أنه أنا صر لي يعني على الأقل أسبوع إعلميين عرق من مؤسسات كبرى وأنه بالأصل يعني طالعين ليغطوا المأساة الإنسانية مش طالعين لا يعملوا فتنة ولا يعملوا حروب بس ينقلوا الواقع واقع هالمأساة الموجودة طب بتروح على تركيا بدقيقة بيكون الصحافي صار بتركيا وعبيدهم المأساة لابد من استراتيجية أعلمية تفتح الأبواب لدخول أعلميين من مؤسسات أعلمية السيد سامي بمسيح الجديد ونحن خليني بس كث بس خلص أنا يعني حتى الجديد بتصور حاولوا يطلعوا ماضين ما عم يطلعوا يعني ما حدا عم يقدر يطلع واحد اثنين أنا بتصور أنه هاي فرصة عربية نادرة أنه رغم كل الجراح ورغم كل الخذلان ورغم كل الألم فيه فرصة نادرة وسوريا بإعادة الأمار بحاجة أنه نرجع يرجعوا العرب للعرب شئ نهم أبينا ما عنا حل آخر هاي فرصة نادرة نشتغل على الموضوع العربي ويرجعوا العرب إلى سوريا وترجع سوريا إلى العرب إن شاء الله بس لا حتى تتجاوز هالكارث العظمى السيد سامي والمؤتد الأخيرة ما عليش أنا وابدي تطول لا لا أنت ومعي أنت ومعي على الهوى الناجم عباس النوري ظاهر عنده تعليق على موضوع الإعلام بعد شغلي أستاذ عباس ما عليش تسمح لي أنا آسف أتعطي لكم هالسهرة الحلوية لا بالعب الصدر هي موسارة حلوية حلية هلا بصوتك وتفضل الله يحفظك وبعدين هاي فرصة كمان الأسطنهات مشروع مصالحة داخلية سورية حقيقية مشروع مصالحة وإصلاح ووضع لبنات مشروع مهضوي جديد يحس كل سوري فيه رغم كل الجراح وكل الألم أكتر من المأساة اللي عشناها هلأ واللي عارتعيشها سوريا من 11 سنة إلى حد هلأ ما بقى يصير سوريا تستحق أن تنهض بناء على مشروع مهضوي جديد اقتصادي اجتماعي تنموي اللي قالته سوزان أنا بوجه للتحية كمان حول المواكبة النفسية المجتمع عانى من الحرب هذه كمان هاي من وين بنا نجيبها بنا نجيبها من دول عربية بنا نجيبها من أشقاء هبوا يعني أنا عم شوف الرئيس الجزائري هبته عم شوف الجيش المصري عم شوف بعض دول خليج شفنا لبنان لغم كل اللي قيل بالسنوات الماضية كيف هبوا اللبنانيين وذهبوا إلى سوريا أنا أقول هاي لحبة تاريخية من المأساة تنبت الحلول ولا بد من طرح حلول جدية هاي المرة انطلاقاً هاي المأساة اللي بتمنى أنه تكون آخر مآسي سوريا يا رب آمين إن شاء الله يا رب المضم المأهولي بالتاريخ تستاعل أكتر من هيك بكثير شكراً لإلك استاذ سامي استاذ سامي على هالمداخلي استاذ عباس شو تعليقك على موضوع الإعلام هلا هو بشكل عام أنه يشتكي الإعلام أنه ما يحضر أو بيحضر أو هذا موضوع الحقيقة فيه تخصص ممكن الناس تحكي فيه نعم لكن أنا بدي أقول لك أنه فعلاً أنا مع كل المحتوى والكلام اللي يتفضل فيه استاذ سامي هو نتيجة خبرة وخبرة حتى بالشأن السوري بالعظماء لأنه هو رجل نشط ومتابع نشط صح وما نؤليل أبداً يعني بكل شي بيحكي لأنه عم يحكي تماماً على الأرض ما عم يجيب كلام من مسموعياته عم يحكي على الأرض ما يحدث على الأرض هلا على الأرض يجب أن يكون هناك إجابات لكلامه هذا محتوى أنا أنقله كما هو وأتمنى أن يسمع تماماً لأصحاب الشأن أنا مع أن يكون هناك تماماً مواكبة إعلامية على مستوى كبير جداً حتى يمحصق 100% تغطي حقيقة ليس على مستوى الإعلام ومثل بقوله نشر الصور الكوارس الناس حم تشوف الكارسة وزلزال بس على التلفزيون بس لأسف أستاذ عباس أنا اللي بعرفه حقيقةً معلومة أنا سمعت عنها أنه عم بيصير في خلط بهذا الموضوع يعني عم بيكون في حدا من قناة فعلاً هن الناس داخل لحتى تغطي الحدث لحتى تغطي شو عم بيصير الإنقاذ مين موجود مين موجود التكاتف اللي موجود بيقوم بيدخل كمان دخلاء دخلاء على هذا الموضوع بصفة صحافة وبيبلشوا بيصوروا الشيء اللي المفروض يعني ما في داعي تصوره ما في داعي تصوره ممكن يصور الواحد تمام بس انت تغطي تغطي حدث مشان هيك بدأ استراتيجية حقيقية من الدولة ومن المنظمات ومن الحكومات ووالآخرين مو شغلة أشخاص هاي بدأ قرارات كبيرة والإعلام نازم يكون موجود مية بالمية أنا مع الإعلام أنه يكون موجود تاني نسأل الصورة صح ولكن معه بشكل منظم مش بشكل عشوائي من مكان يجي والله ويصور بالضياء لا معه بشكل منظم وبشكل محترم وبشكل يكون في رسالة من وراء هاي الضغطية مش والله عم نشوف الناس كيف عم تموت وكذلك يكون في رسالة حقيقية للعالم للعالم للأمم المتحدة ليفكوا الحصار عن الشعب السوري هاي هي الرسالة الحقيقية والرسالة الكبرى اللي نحنا كلياتنا بدنا إياها معنا من مصر كيندا علوش النجمي كيندا علوش مساء الخير كيندا مساء الخير كيندا آلو آلو مساء الخير علي مساء الخير حبيبتي صفاء أهلا وسهلا سوزان حبيبة قلبي مساء الخير يا حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيكي ملاشا ألف 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 مساء ومشتائلكن جميعا حبيبتي ويعني يا ريت كنا عم نحكي بمناسبة أحلى من هاي لنعرف عن محبتنا وأشواءنا يعني اليوم هيك للأسف 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 قلبنا موجوع بكل مكان بكل بلد بكل أي حدا موجود بأي مكان هلا اليوم موجوع وحزنان ومهما كان عم بيحاول يعمل بس بيضل تحزن للأسف طمنينا كيندا خسرتي حدا من أهلك حدا تضرر من أهلك بسوريا صار أي شيء في أرايبين لماما أرايبين شوي بعاد للأسف 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 يعني بمنطقة من مناطق للأسف للأسف ضلوا تحت البناء اللي انهد عليهم وما حدا أعرف يطلوا عندهم بعدهم تحت الأنقاض كيندا كاملة إلى الآن تقريبا يعني 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 تقريبا الله يرحمون الله يرحمون الله يرحمون ونقعي بحياتك يا حبيبتي بقعي بحياتك إليلي كيندا رسالة من قلبك اللي أنا بعرفه أنه هو قلب أبيض وطيب وبيحبها البلد وأهله شو ممكن تقولي اليوم؟ حبيبتي يا سفا شو ممكن تقولي اليوم؟ لكي الحقيقة كل سنين الحرب هاي دعشرة سنة ألمهم يعني لسه ألمهم كأنه لسه مبارح بس ما بعرف ليش سبحان الله هيدا الزلزال هيك رجع وعع كل الأوجاع اللي جواتنا وحدا بشكل رهيب يعني أنا بالنسبة إلي يعني كأنه رجعت لكل سنين الحرب من بدايتها مواجع رهيب إحساس بالعجز رهيب الصراحة طبعا شوي يمكن اللي بيبرد من الألم يعني شوي الحمد لله وتشوفي الأخوة العرب بكل مكان هيدا الركض لأنه يساعده ولأنه يتبرع وقت تشوفي السوريين كيف ألبن على بعض يساعدوا بعضوا عم بينزلوا بالسوارع عم بيعملوا هيدا العمل مدني والحمد لله بتشوفي أنه معك حدا عنده فرق ومعت حدا في هيئة يعني الفلوقات كلها بتنلغى بهذه الظروب بس الحقيقة الوجع كتير 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 قوي وأنا بحس أنه كل حدا مات فيه شي يعني اللي موجود واللي مو موجود والبعيد واللي نهزت الأرض من تحته واللي ببلد ثانية مات فيه شي بهيدا للأسف سبحان الله بس هيدا الزلزال كان وقعه يعني مفجع على كل الناس وحد الوجع على البشرية كلها على فكرة بس على سوريا تركيا كمان ننترحم على أكيد 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 شكرا لإلك شكرا لإلك كندة على هالمداخلي شكرا كندوش شكرا كتير شكرا حبيبة قلبي حتى لو ما كانوا سوريين هنه بشر وهنه ناس يتوفوا به زلزال تركيا كمان نترحم عليهم صفاء أنت ما لحقت تطلع من وجع رحيل للوالد وإجهة الزلزال الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أنا فعليا إيه ما أنا ما صلي زمان ما صلي 53 يوم تقريبا فقد البابا عم عندهم باليوم لما أجت الهزة أنا بعرف شي يعني الواحد يفقد جزء من روحه وأنا فقدت سندي في حاسب الكسر فغير إنه موضوع كسر يعني صرت تقول يعني صرت شوف حالي يعني إنه اللي بشوفه مصيبة غيره وبتهون عليه مصيبته إنه أنا أنا قدرت إني أنا يعني ندفن بابا إنه الحمد للوفاة طبيعية في ناس ما عم تعرف وين في ناس بلحظة هيك فقدت في ناس ما عم تعرف إذا أهلا عايشة ولا ميتة ما بتعرف إذا للحقيقة إنه في شي هيك غصة بالقلب أنا أنا ما بدي أبكي لأنه 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 اكتفيت بكاء اكتفيت بابا ما بيحب يشوفني أبدا ضعيفة أنا لما نقالي اليوم إنه أنا أكون موجودة بهذه الحلقة اللي حضرتكم موجودين فيها واللي فيها مشاركة كبيرة من شكرا علي وشكرا تلفزيون الجديد إنه أنا اليوم أكون مقدمة لهذه الحلقة شي بيخص سوريا أنا سوريا إلى شرف إلى فضل على راسي من فوق هي من صنعت صفاء سلطان فأي شي بيقلي عنه لسوريا أنا بركض بدون أي تردد فاليوم أنا وجعي صار وجع أكتار أكتار أكيد أنا مالي أحسن منهم فأنا حسب وجعون أنا عم حاول تكوني قوية وقالله يقويا شوفي سبحان الله رب العالمين ما بيتركنا رب العالمين بينزل الصبر والسكينة نوعا ما يعني هاي سنة الحياة بدنا نتقبلها وبدنا نتعامل معها تعافي صعب تقولي هو الفقدان صعب فقد حدثي الرحل عند الأرحم لا لا بس هو صعبة صعبة كتير هو الفقدان صعب والشوق أصعب والحنين أصعب والاحتياج كمان أصعب نسا الاحتياج هذا هو وعم نفتر الوقت كمان يعني صوت الأنين الموجود تحت الأنقاض عم يخف يوم عن يوم فإذا بدي أطلب منك أستاذ عباس هيك تعبر لي بجملي سوريا تستغيث كفيلي شو بتقول لا سوريا متستغيث أنا يعني ما فيني إيقلك يعني جملي ما فيني واحد يختصر صح هيك مسألة بكلمة يعني يعني إلا مثلا أنا حاولت أني يدخل على السوشيال ميديا وعملت شي اسموه اشتاق بيساعدوني ولادي علي أنا ما كتير بالفهم بلصة ارفعوا العقوبات عن سوريا ايه البو ارفعوا العقوبات إما أن ترفعوا الحصار وعمى أنتم مشارقونا نعم بدفن السوريين فعلا أنا صحيح يا حقيقة هي هيك صح هي هيك بعدها عملت فيديو صغير هيك لأنا عملت تصويت لرفع العقوبات ولاقى أكتر من خمسين ألف تصويت وهذا موجود بموقع ما توزع على كل العالم يعني في أكتر من دولة في العالم كلها تنساهموا بهذا الضغط يمكن هذا شوي خلى شوي تحيا عند الحكومة الأمريكية أنه تحفظ شوي ما الوجهة نحن بكل بوست عم ننزله سواء له علاقة ولا ما له علاقة عم نكتب هاي الجمل كلنا بشكل ضروري جدا هاشتاكات هاي مهمة كتير صح مهمة توصل حتى عم نشارك جو بايدن في الهاشتاك يعني عم نحاول كلياتنا أنه أي شيء بخص أي بوست عم نكتب هاشتاك زلزال سوريا أوقفوا العقوبات الإنجليزي والعربي لحتى هذا الضغط الجماهيري يوصل صوتنا يأثر وبرجع طبعا 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 صفاء رفعوا العقوبات لمية وثمانين يوم هاي دي بادرة يمكن هاي دي خطوة صغيرة ولكن نحنا حكينا من البداية الحلقة أنه منتمنى أنه ولو أنه صعب فيه أكيد أمور سياسية خارجي عنا كلياتنا نحن ماننا ولا الحكومات العربية أصحاب قرار فيها لأنه فيه أشياء وشؤون سياسية ما منقدر ندخل فيها ولكن منتمنى وبرجع عيد الأمنية اللي حكيتها بأول الحلقة أنه منتمنى من أصحاب القرار العرب ورؤساء الدول العربية أنه ضموا صوتهم لصوتنا بشكل جدي جدا فيه تحقيق هاي الأمنية لأنه الشعب السوري مات انتهى الشعب السوري بكفيه 12 سنة موت موت بكل معنى الكلمة موت على البطيق بكفيه 12 سنة زلزال داخلي حقيقي فإجا الوقت لأنه هذا الزلزال اللي صار على الأرض ينهي هاي القصص كلها ونبلش نعيش على أمل نطلع للحياة من جديد ونرجع للإنسان السوري المبدع استاذ عباسة بعد هالزلزال معقولة نشوف مصالحة وطنية يريد المسألة مطروحة لكل المستويات بتشوف في أمان أنا ما بقيت يعني هي كلمة مصالحة تبدو كأنه إيه علاقة بالوجدان والأخلاق المسألة إيه علاقة بالسياسات سياسات نحتني باختلاف بعضنا نقعد نسمع بعضنا صح طالما إحنا ما عم نعرف نسمع بعض خلص كل واحد عنده صوت وعم يسمع حاله فهذا اللي عم بيصير صح إحنا فتنا بكل هاي المسألة بكل السنوات سراعت ودخلت علينا دول وصارت الحرب شبه كونية علينا بطريقة من الطرق لكن هاي المسألة كمان إحنا يجب أن نصغي وأن نستمع للآخرين كيف الآخرين هذون 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 هذين هذون 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 بلد ولاد البلد ولاد البلد ويندوا روح فيهم أنا إذا كنت سياسي أنا مضطر إسمع لأنه بيهمني صوته هذا معي بالانتخابات لأ إلي ينتخبني ملجز شعب وينتخبني كوزير أو ينتخبني شمون كهذين لازم وضروري والمسألة فوق المصالحة المزألة اللي يجب أن تدار فيها حوارات على مستوى مجتمعي كبير جدا ومفتوح للغاية بدون أي طبو لكن أن يكون ضمن المحتوى السوري وداخل جدران سوريا ولو مهدمة إن شاء الله بتتعمر جدران سوريا أستاذ عباس يعني مثل ما تضامنوا أكتار من النجوم العرب كمان كان في صوت طالع من مصر نجمة مصرية كبيرة حبت تقول اليوم شيء وأكيد أنت تعرفيها مصر سوريا تقول أمرون محبة جدا لسوريا النجمة العربية إلهام شاهين أنا باسم الإنسانية أطالب رفع العقوبات عن سوريا رفع الحصار عن سوريا كفاية تعذيب 12 سنة أطفال بتموت كل يوم مش بس في الزلزال وخارج الزلزال بتموت من البرد ومن الجوع ومن قلة التغذية ومن قلة الميا أشياء كتير جدا تنقص سوريا كفاية سوريا في حاجة لو قفنا إلى جانبها والشعب السوري يستغيس فأرجو أن صوتنا يوصل للعالم كله كلنا نطالب برفع العقوبات الدولية عن سوريا مساء الخير من جديد يعني عم يطلبوا مني بداية أنت علي يكون متفاعل أكتر بس للأسف مع المشاهد يلي شفتها قبل ما إيجي على الحلقة وخلال هالفترة كلها يعني الخمس سيام كل ياتنا ما عملناه ونحنا عم نتابع مقادر يعني على قدر الإمكان عم بحاول أعطي بهالحلقة بس أنا الهدف أنه يوصل الصوت ويوصل صوتنا على أدمم نقدر بهالحلقة الخاصة من كتاب الشهرة بوجودكن استاذ عباس النوري والنجمة سوزان نجم الدين استاذ عباس خطر ببالي شغلة ما بعرف لحضرتك وللمدام سوزان أنا حاب بقول شغلة لما الموت بيكون كتير قريب مننا وما منموت يعني نطلع أحياء كل حدا فينا بيكون في عنده مثل مقولة من جوات ولا إله بتخصه شو ممكن استاذ عباس يقول والحمد الله على سلامتك حمد الله على سلامتك حمد الله على سلامة أهلي وسلامتنا جميعا يعني اللي نفدنا نحنا من الموت أو إننا نكون مصابين والله يرحم الشهداء والله يعين الضحايا ولكن اليوم عن جد أنا كتير حابة أسمع بصوت عالي تفكير الاستاذ عباس شو ممكن يقول كحكمة للناس اللي طلعت عايشة ومدام سوزان بعد أذنك كمان بتحب أسمع منكم لا أنا ماني بمطرح كحكمة أنت أستاذنا وكلامك يسمع وأنا متأكدة إنك قدوة لكتار وكتار بيتمنوا يسمعوا شو أنت رح تقول أنا من الناس اللي بتتابعك لما أنت بتطلع لايف أنا من الناس اللي بشوف أنت شو عم بتقول أنا فنانة وأنا بمثل مع حضرتك ومع ذلك لما أنت بتطلع بتحكي أنا كتير بحب إسمع أنت شو عم بتقول ثقافتك رأيك بهمنا فأنا حاب بإسمع من حضرتك يمكن الناس بيحلب هلأ ناطرة تسمع الناس بيجبني ناطرة تسمع منك كلمة ممكن تحية من جوه ما بتعرف يا رب بيكون عندي القدرة أصلا بس أنا فيني يقولوا أنا كيف بشوفه الموت هذا هو السؤال هذا اللي بدي إسمعه تماما يعني كيف الموت بالأخير كيف ما نظرتك للأخير حتى تروح إلى شيء اسمه اعتقاد وإيمان وإلا الموت تصير يعني حالة يعني كريهة وبشعة واللي بدك يعني لكن الموت لابد منه هذا حق كاس على كل الناس تماما كاس على كل الناس اللي بدك يسميه بكل نفس إنسان ما في إنسان بيتمنى الموت بالتأكيد أكيد كما قدرت لسه تترك أثر هذا الصعب صحيح يمكن تركت أثر براءتها نعم يعني من كل المناطق اللبنانية من كل الاتجاهات ما أين كان هاي الموروسات هاي اللي إحنا أمام تاريخ شائك ما بنفوت فيها لأنه نعم تاريخنا كله ناس ما قترت بعضها يعني بالأسف تماما يعني لكن الموت وقت يبدأ يجي بدل واحد يترك أثر فيه يعني يعني متل ما واحد لشو ممكن يترك واحد بالحياة يترك فلوس يترك سمعة طيبة هاي هي يترك مواقف نبيلة يترك شي إنه هاي إله سمعة أنا إذا بدي ورد يوم الإيام هي فكرتي إذا بدي ورد بدي ورد إيمة ما بدي ورد فلوس ومواقف حلوة يتنذكر بالخير إي ورد إيمة إذا كان في شي إيمة الله يطول عمرك أهلوين حقيقك أستاذ عباس الله يطول بعمرك أنا بقول إنه الموت هو الحقيقة الوحيدة بالحياة نعم لازم نآمن فيها ولازم نفكر بهالدنيا إنه مشوار كتير صغير كيف نعيشه؟ شو بنا نترك؟ شو بنا نعمل؟ كتير مهم إنه فعلا نترك أثر جميل نعم نترك المعاملة الطيبة نحيي هذا المشوار بالحب مو بالكره مو بالدمار مو بالنووي مو بالخلافات مو بالأحقاد الحب هو دولة كل شي أنا من نسبة لي الحب حياة الحب حياة والكره موت نعم شان هيك بشوف إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى إنه كل إنسان إله قدره وإله يومه بالطريقة المكتوبة لإله نفست الضو من أجل الواجب هاي جب أنت إلتيا إلتيا سوزان سوزان كمان هلأ المؤلم إنه قرب شهر رمضان يعني فيه ناس تشرد وفيه ناس يمكن ما معها بقى تاكل يعني نحن هلأ بالشطة يعني فيه ناس يمكن بحاجة لجاكات ناس بحاجة لتياب لمقوى لأكل لمقوى أنا برأيي المساعدات بالأكل والشرب وهالقصص صارت كافية ووافية صار فيه كتير وكل الناس ساعدت نرجع بنحكي نفس الحكي اللي حكينا بالأول إنه بدهم إعادة تأهيل وبدهم بيوت إعادة أعمار بدهم بيوت وإعادة تأهيل كيف بده تصير إذا ما كانوا موجودين بمكان ما هم بديك تبنيلهم هذا المكان لا أنا ولا أنت منقدر نبنيلهم هذا المكان لنقدر نوصل لهم نعمل لهم تأهيل هذا مو أنا وأنتي هذا قرار دولة طبعا مو قراري وقراري نحن منساعد بس نحن ما منقدر لحالنا نعمل شي شو تعليقك على هالموضوع أستاذ عباس لا هو متعليق أولا نحن نفكر بإعادة تأهيل مثل ما عم تحكوا أو إعادة أعمار هذا كلام احنا مثلا إعادة أعمار ما دمر خلينا شوي نحي الزلزال جانبا نعم إعادة أعمار دخل بالإشكالات السياسية لأن إعادة تأهيل وأعمار إذا دخل بإشكالات سياسية فإحنا شعب للأسف يعني ما له جدير بمستقل هذا اللي نخوتنا هذا الخوف لازم ما نخاف هذا الخوف ما في خوف هذا الخوف إنه يدخل هذا اللي نخاف ليش بدنا نخاف ما هو لازم نبلش ولازم أعطينا مئة وثمانين يوم ننساوي فيك هدوك مو مئة وثمانين يوم تعه كلنا نضم الصوت للصوت ونطالب بإنه هاية مئة وثمانين يوم تصير ملايين تصير على طول ما ليش في خوف طالما أنت عم تفكر إنه في خوف ما حنعمل شيء كسوريين لا مو بس كسوريين كسوريين وكعرب نحن حقنا أنه نستنجد بإخوتنا العرب ونقل لهم تعه وقفوا معنا خلينا نشوف سوزان تعليق النجمة مايا دياب على هالموضوع تحديداً مساء الخير مايا مساء الخير بونسوار علي بونسوار بونسوار سيد صفاء بونسوار سيد صفاء بونسوار سيد عباس يعني بدي عزيكم بهالفجعة كبيرة اللي صارت بطوريا وبتركيا وبدي عزي كمان كل اللبنانيين لأنه بعتقد أنه عدد كتير كبير من الناس فقدت أحبها لألا وأصدقاء ومعارف غير الوجع الإنسان اللي موجود فينا فبفهم بعرف اليوم بأنه أنتوا كل اللي عم تحكوا نبع من وجعكم كفنانين سوريين وكأشخاص سوريين كشعب سوري كشعب سوري طبعاً فقدتوا شقفة من شعبكم ومن بلدكم وهيد الكارثة صعوبتها مننا صغيرة هيدا فاجعة يعني ما بيتخيالها عقل وهيدا يعني شو ما فكرت فيها اليوم الطبيعة عم يمكن الطبيعة مضاق هالقد قدرت تتحمل شو عملنا نحنا فيها يمكن لها الأرض فعم بترضي هيدا الطريقة كمان انتي مايا كمان كان عندك مبادرات إنسانية ليفت يعني ألغيت حفلك بدبي ألغيته بلبنان وكمان ضميت صوتك لصوت الفنان راغب علامي بالمساعدات الإنسانية انتي مع انه الفنان يلغي حفلاته بها الوقت؟ صراحة ما اسمعناك مايا مايا عم تسمعينه؟ ايه يبدو انه كان في مشكلة بالصوت ايه تفضلي مايا سمعيني؟ عم نسمعك و عم يروح الصوت اوكي راح اقول راح ارجع اقول عم اقول السنانين اللي عم قفلت بهالوقت كيف قلوا النفس اللي عم بهيدا الوقت هيدا وقت حزن نحنا بقلب الفجعة ايه ايه بس بنفس الوقت كمان حبيبتي مايا يعني بالنهاية هاي هاي مهنتنا يعني هاي تعتمد على باب رزقنا ونحنا فينا نعمل مواقف حلوة كتير مثل كتير فنانين قاموا بالتبرع بالارباح لحفلاتهم للناس المتضرعة بالزلزال سواء بتركيا او بسوريا يعني هذا الموضوع هذا الموضوع كتير حلو انه نعمل ما فينا نلغي يعني يعني انا يعني لو لو هلا انا كنت عم صور وتوفى والدي ممكن يتحملني المنتج يوم اتنين اتلاتة لانه انا عندي حالة عزاق بس هو عنده شغله بده يمشي اكيد ما راح يتحملني فانا هون صار لازم اشتغل يبدو انه في رأيان بها الموضوع انا عندي رأيي كمان بهذا الموضوع يعني انا بقول انه يوم حفلة ما بتنعمل انا اليوم واجبك فنانة عم بغنى قدم فرح لنا اللي وقفين بوجه بمكان الماء يبدو انه الارسال عاطل مايا مايا انت كنت عم وصلنا انه عم تقولي انه انت بدي كنت قدمي فرح للناس اللي عم يحضروك وانقطش الخط اكيد وانه ما فيه تفرح ما فيه تفرح هيك اصدعي الحفلة اليوم تقام لناس معينين جايين يحضروك بهذا اللي نحنا ببلد نهاز كمانا مع الزلزال اللي صار بكركيا والسورية صار فيها الزيت في لبنان ونحنا اليوم انا كواجبة كفنانة انا عم بحكي عن حالي نبحث انه قدر اقدم هيدا الفرح بهدول الايام اللي بعد فيهم اصوات القنين عم تطلع من تحت الحجار هلا انتي معروفة عنك مايا انه انتي دائما لك مواقف انسانية وواضح جدا انه عاطفتك هي اللي بتسيطر عليكي فانا بدي اقولك شكرا كتير لرأيك وشكرا كتير لاتصالك لو تضامنك مع الشعب السوري والكوارس اللي صارت سواء بتركيا وبسوريا بالفعل صفا مايا من اول الفنانات اللي بادروا بعمل انساني شكرا للك مايا على هالمداخلي الليفت منك سوزان التيلي في تعليق بدك تعلق على هالنقطة على موضوع الحفلة اي اول شي انا بحترم احساسها وبيحترم رأيها وكل انسان ممكن يكون قادر يكمل او لا انا بقول الطبيب قادر يترك مهنته اذا صار شيء المعلم اي حدا قادر يترك مهنته اذا صار اي حدث ما هي مهنته وهي مهنتك ومهنتي ومهنت الاسا يعني احنا هلا مساء عنا مسالسل عم نصوره نحنا صحيح حزينين وصحيح عنا قلم كتير كبير حوارنا باللوكيش عملكم بس عنه ولكن نحنا بدنا نقوم بواجبنا وهذا شغلنا متل شغل الطبيب متل شغل الاستاذ متل شغل اي حدا انا اذا بتروحي انتي بتقدمي الحفلة مع احترامي طبعا كتير بحترم احساسك ورقتك اكيد ولكن اذا بتروحي بتقدمي الحفلة بنيت انه هالحفلة تكون ريعة للمتضررين هيختلف احساسك بالأدل وحيختلف احساسك بانه انتي ما عم تعملي شي غلط انتي عم تقومي بواجبك انتي عم تقومي بعملك فانا ضد انه الواحد يوقف عمله مين ما كان يكون وشو ما كان الا اذا كان في شيء طبعا يضطروا انه انه اما اذا انت وقفت عن العمل انت وانا وهو وهي ميمدوا يساعد هدول الناس كيف بدنا نساعد هدول الناس يعني شغلنا هالموضوع اثار بلبلي مؤخرا استاذ عباس انت مع انه الفنان يلغي حفلاته او مع انه يتم توقيف تصوير الاعمال الدرامية بها الفترة المؤلمة انا بدي اسأل انه شو الفائدة زارفنا هاد الرأي ولا هاد الرأي هذا بالاخير شيء شخصي ويحترم صاحبه لكن الحياة موجودة وبدأ تستمر والناس بدأت ترجع لاهتماماتها وترجع لتفاصيل حياتها وترجع لشغلها وترجع للبحث عن اهدافها بالحياة كيف تشتغل كيف تتساوي كيف تتعمل انا كثير بقدر الشعور وكثير بقدر المواقف وهذا وضع طبيعي هي للحياة مواقف لو الاختلاف الازواق ما نفزت البضايا من الاسواق نعم نعم وانا انا بقول كمان باحترم هاي المواقف لانه في ناس طبعا فعليا ما في كتلومية سوزان ابدا فعلا هي ملأ داني ولكن فينا نقوية فينا نقوية يعني مايا انساني شفافة وحظة واحساسها كتير راقي وحلو ولكن نحنا منش يعني انا واحدة من الناس اللي بشجعها بقول لأ يا مايا روحي اشتغلي ولتحسي انه انتي ما عم تعملي شي وتفرحي وتعملي فرح انتي عم تعملي شي يساعد انتي عم تعملي شي يساعد الناس بتكوني انتي حسيتي بحالك انك عم تعملي شي له قيمة كتير كبير بالاضافة للقيمة الكبيرة اللي انتي اضفتيا أنك أنت أخدت هذا القرار لكلنا منحترمه أكيد سوزان يمكن شوي سؤال الإرسال ما أسعف الفناني مايا دياب يمكن أنا شوي فهمت هي شو أصدر اليوم يمكن الممثل بحاجة يركز على مشاعره وقت التصوير ولكن الفنان مضطر يقدم جرعة من الفرح لكل الحضور اليوم سوزان نحن حسينا بلبنان بالهزة يعني حسينا الخوف إيه علي 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 بس أنا لك شغلة لما أنا كفنانة عمغني عفوا بس خليني أنا أقول رأيي أنا لما فنانة عم بغني وأنا حاطة ببالي أنه ريع هذا الحفل رح يروح لعندها دول الناس المتضررين أنا رح غني أحلى ما بغني بالعالم بس أنت يا صفاء دا عندك المود أنك تفوتي نانسي عجرام عملت هيك عملك حفلة ناشحة كتير الريع تبعها كله راح للمتضررين عفوا لش الممثل ما بيعيش الفرح والبكة والمليون قصة بيبع ممثل ما عم نعيش مشاهد فرح أنا عم بعمل عمل كوميدي مثلا بدي برر لحالي بدي برر لحالي بالعكس أنا بدي جو صح لحتى أقدر مسل هاي الحالي وجسدها بطريقة كتير صح فأنا بحاجة لمود كتير عالي وبحاجة لأني أفصل نفسي عن الواقع لحتى أنا أكمل شغلي ما إلا علاقة صحيح أستاذ عباس شو آخر رسالة بتوجهها بها الحلقة لا سورية ولا تركية أول شيء يعني اللي بتمنى فعلا أنه نكون نحن هذا الزلزال العصار والله يرحم الناس بتمنى يعلنوا شهداء ويكون هذا يوم يتسجل بتاريخ الرزنامة لتاريخ سوريا حتى دائما نذكره ونوقف وقف إلى علاقة بمراجعة النفس احنا بحاجة لبناء جديد في الحياة احنا بحاجة لإرادة أصلب بكثير حتى نفهم بعضنا ولا تحاور مع بعضنا أتمنى أن يكون هذا الزلزال هو المخاض الأخير لولادة مختلفة إن شاء الله صحيح أستاذ عباسة قبل ما نختم هالحلقة الإنسانية الخاصة بعد هالكارثة شفتك مسجل إشي على الورقة من أول الحلقة وبدأي سألك شو مسجل كنت كاتب أسماء المشاركين لديها بعمل تفقد أنا للناس اسم مكتوب اسمك مكتوب وصلنا لختام الحلقة بدي تشكر وجودكن سوزان والأستاذ عباسة شكرا لأنكم بس أنا كتير حابة أسمع كمان من المدام سوزان نجم الدين نجمتنا اللي إلى ناس كتير بتحبها وبتسمعها شو بتقولي شو بتقولي اليوم أنت اليوم وصلتي على لبنان لحتى تطلي معنا لحتى الناس تسمع صوتك لحتى تقولي للناس تعطيهم جرعة أمل أنت من الناس اللي بتعطينا أنا شخصيا لما توفى والدي عطيتيني جرعة أمل فبتخيل أنك أنت وأسرتي فيني فرح تأسر بكتير ناس بتحبك فممكن تحكي لنا كلمة يعني أنا قدمت قلت الرسائل الكتير مهمة اللي أنا وكل حدا من سوريا بتمنى أنه توصل فعلا اللي هي وقف الحصار المساعدات تكمل معنا تأهيل هدول الناس والأهم من كل هذا الشي أنه يكون هذا الزلزال نهاية لبداية جديدة على أمل ودرس بداية جديدة ونتعلم منه وإذا ما تعلمنا منه ما عملنا الشيء للأسف نعم شكرا لألكن شكرا لحضوركم معنا بعرف أنتم كنتوا قادرين يمكن تطلعوا باتصال أو عبر زومو ولكن أصريتوا تكونوا هون بسبب حسكن الوطني بدي أوجه بإسمي وبإسم قناة الجديد ومن أسرة كتاب الشهرة أحر التعازي لكل الناس اللي فقدوا غالي على قلبهم وتحية كبيرة لفرق الإنقاذ اللي بعدها عم تفتش على نبض من تحت الإنقاذ تترجع لنا شوية أمل يلي نحن بأمثل حاجة إلو بهالوضع نصيحتي يلي من قلبي وروحي تفرجوا منيح بوجوه وعيون الناس يلي بتحبوهم حفظوا ملامحهم ولمعة عيونهم مو بس حبوهم خبروهم بكل لحظة قدي أنتوا بتحبوهم لأنه بلحظة هالزاكرة راح تكون زوادة تخفف علينا واجعل فقد والموت تصبحوا على أمل اللقاء بظروف أفضل وشكراً لكل اللي يشاركوا معنا بهالحلقة الخاصة من كتاب الشهرة تصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة